اهلا بكم في فيديو جديد من مراجعة في السريع اللي تتقدم على قناة يوسف الشبراوي النهاردة هنراجع موديل مهم جدا في شركة دل وهو دل 24-7 WFB اول حاجة الموديل ده مشهور جدا في شركة دل وبنلاقي جدا في الشاشات الاستراد وبيبقى مميز بشكله اللي هو الوش الاسود الفريم من قدام مع الظهر الفضي والقعدة اللي هي برجلين السبعة واللي مش شرط تلاقي دايما القعدة دي مع الشاشة زي ما احنا عارفين في الاستراد بنشوف اي قعدة مناسبة بتركب مع الشاشة لكن في معظم الاحيان بنلاقي القعدة بتاعتها زي ما احنا بشايفين بالشكل ده خلينا نتكلم على موصفات الشاشة بشكل سريع كده الشاشة هنا بتيجي بمقاس 24 بوصة وبتيجي بإضاءة LCD وش عايزك لما تسمع ان هي بتيجي بإضاءة LCD تخاف ان الإضاءة هنا هتبقى مثلا ضعيفة والإضاءة بشقوية ده الشاشة هنا بتيجي بإضاءة محترمة جدا 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 400 شمعة لكل متر مربع وبالتالي فإضاءتها قريبة جدا من الشاشات الليد لكن برضو حابك تعرف ان في عيب في الشاشة هنا وهو نتيجة الإضاءة القوية بتاعتها وعدد اللمبات الكتيرة اللي محطوط جواها في سخونة بتطلع من الشاشة لو انت على little brightness أو الإضاءة على أعلى حاجة والسخونة دي بتبقى ملاحظة لو انت عادت قدام الشاشة بالضبط ممكن تحس بيها وخصوصا في وقت السيف فبننصح دايما انك انت لو حسيت بالسخونة دي او لو الشاشة حسيت ان هي مطلعة حرارة مع العلم ان الشاشة طبعا تقدر تستحمل الدرجات الحرارة دي بس انت لو انت بش قادر تستحملها فانت ممكن تقلل الإضاءة شوية او انك تبعد الشاشة عنك بمسافة متر مثلا او حاجة بش هتحس الموضوع السخونة ده لكن مقابل السخونة اللي هي بتطلع دي انت بتاخد إضاءة مميزة جدا في الشاشة بالنسبة لبنال بتاع الشاشة فهو بنال VA والبنال VA في ما احنا عارفين ان هو بنال بيتميز ان الوانه دايما بتبقى متشبعة والوانه بتطلع بدرجات متميزة جدا الشاشة هنا بتضلمش من اي اتجاه زوايا الرؤية واضحة من جميع الاتجاهات سواء اتحركت يمين او شمال او علاقتها في مكان عالي الشاشة سابت نفسها في الموضوع ده كله بالنسبة لجودة للشاشة فجودة للشاشة هنا هي فول HD 1920 في 1200 بابعاد 16 على 10 المداخل بتاعت الشاشة اللي احنا بنستخدمها في مصر طبعا هي فيها مداخل احنا مش بنستخدمها خلينا في التلات مداخل اللي احنا بنستخدمهم وهو مدخل فيجا الازرق ومدخل DVI ومدخل S video طبعا مدخل S video هيوفر علينا كتير بدلا ما نروح نشتري TV Box 750 او 300 جنيه لأت هنا S video تقدر تشغلها على PlayStation 2 وتقدر كمان تشغل الشاشة دي على الرسوفرات القديمة كل ده هيتقدر تشغله كل سهولة جدا بسبب وجود المدخل ده في الشاشة الشاشة كمان فيها ميزة تقسيم الشاشة او BIP وهو انك عن طريق الميزة دي انك تقدر تقسم الشاشة الحاكتين تقدر تشغلها مثلا تلفزيون وكاميرات مع بعض تقدر تشغلها كمبيوتر وبليسيشة مع بعض تقدر تشغلها على الشاشة حاكتين سواء في وضعية مصغرة او تقسم الشاشة نصفين بشكل كامل في الاخر الشاشة دي هي مجموعة من المميزات اللي بتقدم لك مع بعضها وافضل خيال لك لو انت حابب تشتريها انك انت تشتريها للتلفزيون او انك حابب تشغلها كاميرات او على بليسيشن 2 وكمان لو انت من نوع اللي بتشغل حاكتين مع بعض او بتحتاج تشغل جهازين مع بعض في الشاشة دي في كل الاختيارات هتبقى مناسبة لك جدا بس كده دي كانت مراجعة سريعة حاولنا نرجع لكم فيها موديلة مشهور من شركة دل كاب معكم يوسف الشبراوي السلام عليكم وبركاتو